موسيقى تناقلت العديد من المصادر العسكرية مؤخرا أعلان وزارة الدفاع الفنلندية عن خطتها لترقية وتحسين قدرات الجيش الفنلندي العسكرية وتطوير القدرات الدفاعية الجديدة كي تتمكن من العمل بشكل أكثر استقلالية دون مساعدة من الدول المجاورة ويرى الخبراء أن الموقع الجغرافي الفريد للبلاد بجوار روسيا والقطب الشمالي يتطلب أن يكون لديها جيش قوي مكتفي ذاتيا وتنفق الحكومة الفنلندية حاليا حوالي 1.5% من ناتج المحلي الإجمالي على الدفاع و703 سنة قوي 2% في عشرينيات القرن الحالي بسبب زيادة الاستثمار في برامج القدرات الاستراتيجية وعلى عكس العديد من الدول في أوروبا فإن فنلندا هي الدولة الوحيدة الغير عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو والتي تحد روسيا كما تعتبر أيضا دولة غير منحازة عسكريا لذا يعتقد الخبراء أنها يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها ورغم توقع الخبراء أن تحظى فنلندا بالدعم العسكري وقت الأزمات من أوروبا إلا أن المسؤولين العسكريين أكدوا على همية تعزيز البلاد لقدراتها وربما في أسوأ الحالات الاستعداد للقتال وحدها وتشمل المجالات التي تحتاج إلى تحسين ما يلي القيادة والسيطرة والاتصالات واجزة الكمبيوتر والمعلومات والمخابرات والمراقبة وتحديد الهداف والاستطلاع ويطلق النيران المشتركة وكانت قوات الدفاع الفنلندية قد أعطت الأولوية في الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2020 لتعزيز الجهزية والاستعداد القتالي والدفاع السيبراني والاشتباك بعيد المدى وكذلك تطوير قدرات الجيش أما في الفترة الممتدة من عام 2021 حتى عام 2024 سيكون تعزيز قوى الاستعداد لها أولوية قصوة وأشعر مسؤولون عسكريون فنلنديون إلا أنه في منتصف عشرينيات القرن الجاري سينتقل التركيز إلى قدرات الدفاع الجوي والتي تتزامن مع وصول أنظمة الدفاع الجوية القديمة في فنلندا إلى نهاية عمرها التشغيلي ويتضمن جزءا من خطط الجيش الفنلندي استبدال البحرية الفنلندية لسابع سفن من مقاتلاتها السطحية بأربعة سفن كورفيت جديدة من فئة البويانما ويأتي هذا في إطار برنامج يسمى سكوادرون 2020 تم إطلاقه في عام 2015 وفي سبتمبر عام 2019 تم اختيار شركتها الساب وكذلك الروما مارين كونستركشنز لتشهيد الكورفيت الجديدة ومن المخطط أن يستمر البناء ابتداء من عام 2022 إلى عام 2025 فيما من المتوقع أن تصل الكورفيت الجديدة لقدرتها التشغيلية الكاملة في منتصف العشرينيات من هذا القوم كما صرحت وزارة الدفاع الفنلندية وستمثل السفن الجديدة من فئة البويانما إلى جانب زوارق الصواريخ السريعة الأربعة من الفئة الهامينة الحالية في الخدمة العمود الفقري للبحرية الفنلندية من منتصف العشرينيات من القرن الجاري فصاعدا واعتقد الخبراء أن السفن الجديدة ستكون قادرة على تلبية العديد من القدرات التي تحتاجها فنلندا بما في ذلك تحسين القتال السطحي والدفاع الجوي والضربات الهجومية الدقيقة بعيدة المدى ونشر الألغام لمجابهة الغواصات السوفيتية وتحديث قدرات الغواصات التي تم بناء بدعم أمريكي وأشار الخبراء أن سيتم تصميم السفن الجديدة للعمل في الظروف الجليدية وتلبية المتطلبات الخاصة لفنلندا كما أطلقت وزارة الدفاع الفنلندية برنامجا آخر بها أيضا تكلفة وقدر هذا البرنامج بعشر مليارات يورو يهدف إلى استبدال الطائرات القديمة الأمريكية الصن الـ F-18 C&D Hornets التابعة لقوات الدفاع الفنلندية واستنادا للمراقبين فإن الطائرات الحالية من هذا الطراز ستصل نهاية عمر الخدمة في الفترة الممتدة بين عام 2025 و2030 وتدرس الحكومة الفنلندية العطاعة المقدمة من شركات كبرى بما في ذلك اليوروفايتر الأوروبية وشركة بويم الأمريكية وداسولت الفرنسية ولوكيد مارتن الأمريكية وشركة السعب السويدية فقد تم اختبار هذه الشركات على أساس القدرة على تحمل التكاليف والقدرة العسكرية ومن المقرر منح العقد للشركة الفائزة بحلول عام 2021 ويعتقد الخبراء أن الجيش الفنلندي حاليا بحاجة ماسة إلى التكيف مع بيئات التهديد الحديثة الأمر الذي يتطلب استبدال نظام الدفاع الرئيسي للقوات الجوية ابتداء من عام 2025 علاوة على ذلك تولي قوات الدفاع الفنلندية أهمية كبرى لتحسين حركة قواتها البرية خاصة في منطقة القطب الشمالي لمجابهة التهديدات الروسية ويرى الخبراء أن المفهوم يتمثل في تطوير منصة من الجيل الجديد قادرة على العمل في الظروف المناخية والجغرافية القاسية فالبلاد تعمل على الحصول على مئات المركبات الجديدة في عشرينيات القرن الحالي على الرغم من عدم تحديد الجيش الفنلندي نوع المركبات التي سيحتاجها بالضبط وفي نفس الوقت يسعى الجيش الاستبدال ناقلات الجنود المدرعة القديمة من طراز الباتريا بمركبات أخرى مدرعة محلية الصن مضادة للكمائن والألغام من طراز البروتولاب مي سيو وبالإضافة لذلك من المخطط أيضا أن يتم استبدال البنادق الهجومية المعيارية من طراز الاركي سكستي تو والتي اعتمدت في الخدمة الفنلندية منذ عام 1965 إلى إصدار أحدث وإلى هنا سنقدم نبذة بسيطة عن قوات الدفاع الفنلندية التي تعتبر القوات المسلحة التابعة لجمهورية فنلندا والتي تتولى مسؤولية الدفاع عن البلاد تعتمد قوات الدفاع الفنلندية على التجنيد الإلزامي للذكور حيث يطبق ذلك على جميع الذكور فوق سن الثمانية عشر عاما ويتم التدريب حوالي 27 ألف مجند سنويا ويتلقى المجندون في البداية تدريبا أساسيا ليتم بعد ذلك تعينهم في وحدات مختلفة للتدريب الخاص وتنص السياسة الرسمية الفنلندية على أن القوات العسكرية في زمن الحرب يجب أن تبلغ 280 ألف جندي لتشكل رادعا كافيا للقوات الروسية أما فيما يخص المعدات التي يستخدم الجيش الفنلندي فتشمل 200 دباب قتالية رئيسية مين باتل تانكس و212 مركبة مشات قتالية و860 ناقلة جنود مدرع و60 قاذفة صاروخية أرض جو متنقلة و286 نظام الدفاع الجوي محمول و467 مدفعية مضادة للطائرات و2685 من قاذفات الصواريخ الموجهة المضادة للدروع و71 ألف قاذفة عديمة الارتداد مضادة للدروع و703 من مدافع الميدان من 72 مدفع ذاتي الحركة و716 مدفع هاون و56 قاذفة الصواريخ متعددة الفوهات و350 ألف بندقية هجومية من طراز الـ RK-62 و40 ألف بندقية من طراز الـ RK-95TP و62 طائرة مقاتلة و65 طائرة تدريب متطورة قادرة على القتال و25 مروحية هليكوبتر و31 طائرة مسيرة و13 من طائرات النقل ولا تمتلك فلندا طائرات هليكوبتر هجومية وغواصات وصواريخ باليستية بعيدة المدى اشتركوا في القناة